اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهمتوا شوي منها الأقنعة هذه تدل على شخصية بتكون في البرنامج موجودة بشكل شبه يومي أو شبه أسبوع يعني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع علاج سكر المهم نرجع للوصفة المهم بتكون هالفقرة فكرتها جدا مختلفة هذه شخصية مشهورة متنكرة بهذا القناة هذه الشخصية المتنكرة في الأقنعة أو القناة هذا اللي موجود عليها تتحدى المتسابقين والجمهور من بداية البرنامج إلى آخر البرنامج في كشف شخصية هذا المشهور من يختبئ خلف هذا القناة تمام؟ تمام أيضا من دخول هذا الشخص المقنع يكون يحمل شنطة الشنطة هذه فيها عدة أفكار فيها عدة نصوص يدخل والاختيار يكون كاختيار الفريسة يعني كأنه يختار فريسة يخش كده يصيد لمتسابق ويشيل من عندي ويحطه في المكان مخصص يلا يا متسابق يفتح للشنطة عندك عدة نصوص النص الأول مثلا درامي النص الثاني كوميدي النص الثالث اكشن اختر أي نص وبعد ما يختار يعطيه القصة ويعطيه الميك أب ويخش في القصة ويعطينا أداء طبعا من التحدي أيضا كذلك ذكرت أنه الشخصية هذه المشهورة يتحدى الجمهور والمتسابقين في كشف وجهة طبعا هو بيكشف وجهة في الحفل الختامي هو هيكشف وجهة في الحفل الختامي بس التحدي خلال التسعين يوم أو المئة يوم من هذا الشخص تتحدون هذا الشخص منه الطريقة الإحاءات الجسم الوجه الحركات هذا مين هذا فلان هذا فلان ربما فجأة القونس هم الجوني فجأبوا صالح ما تدري ما الله أعلم محمد جيس ما الله أعلم فكروا انتم فكروا شوف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة